اشتركوا في القناة والتي ادخلت البهجة على قلوب الاسر البحرينيات كافة مشيرا معالي الى ان هذه التوجيهات دليل محبة قائد لابنائه والعمل على تحقيق حياة كريمة لهم واكد رئيس مجلس الشورى ان التوجيهات الملكية تعكس حرص جلالته الدائم ايده الله على متابعة القضايا المعيشية والاجتماعية للمواطنين والتوجيه المستمر للمسؤولين والمعنيين بما يعكس اولوية المواطن واعتباره بوصلة التنمية ذلك دائما لدى القيادة الحكيمة ولفت رئيس مجلس الشورى الى ان هذه التوجيهات والمبادرات تجسيد مواضح للاهتمام والتضامن والمحبة والتلاحم من القيادة للشعب مبينا ان هذه التوجيهات لها اثر ايجابي على حياة المواطنين ومنظومة الامان المجتمعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر